مزيد من تفاصيل ما جرى ينضم إلينا من واشنطن رامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية أهلا بك رامي ما الذي تغير في هذا الخطاب عن سابقته؟ مرحبا محمد يعني في البداية أود أن أسأل أي خطاب تقصد هل خطاب جيدي فانس أم خطاب كمال هاريس أو ما تحدث فيه بعيدا اليوم كان يوما مزدحما في الحقيقة ولكن فيما يخص خطاب جيدي فانس نائب الرئيس السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب تغير خطابه الآن وبدأ يضاف إليه بعد جديد وهو مهاجمة المرشحة المحتملة للحزب الديمقراطي الآن وهي نائبة الرئيس الحالي كمال هاريس كمال هاريس أيضا وقبل أن يتحدث فانس بادرت أيضا بالهجوم على ترامب يعني يبدو أننا دخلنا الآن مرحلة جديدة دخل فيها جيدي فانس على الخط أصبح هو اللسان الرسمي لحملة الرئيس السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب هو يتحدث هذه الأيام حتى أكثر من ترامب هو متحدث جيد وأعتقد أن ترامب وحملة ترامب تستغل هذه الميزة في جيدي فانس سيناتر أوهايو وتطلقه كثيرا للحديث اليوم من فرجينيا انتقد كمال هاريس بشدة وقال أنها كذبت على الأمريكيين وقال أنها كذبت على الأمريكيين عندما قالت أن بايدن يستطيع أن يخوض السباق الرئاسي ولكنه في النهاية انسحب ودخلت هي مكان بايدن في السباق الرئاسي قال إن هاريس أسوأ من بايدن وأنها تحمل إرث بايدن وأنها لا تختلف عنه كثيرا وأن كل الإخفاقات أو معظم الإخفاقات في إدارة بايدن كانت هاريس السبب فيها يعني بدأت سهام حملة ترامب وسهام جيدي فانس تنصب وتتجه نحو هاريس بقوة وهاريس أيضا لم تضيع الفرصة اليوم في أول حديث لها عن ترشحها للانتخابات عن الحزب الديمقراطي ومن مقر حملتها في مدينة وليمتون في ولاية ديلاوير حيث التقت بأفراد الحملة أيضا هاجمت الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشدة وقالت إنني تعاملت مع مجرمين وخارجين على القانون وأعرف كيف يفكر دونالد ترامب يعني هذه إشارة واضحة جدا إلى أنها تقصد أن ترامب هو واحد من هؤلاء الخارجين على القانون قالت أيضا عندما عملت كمدعية عامة في كاليفورنيا عملت على بعض قضايا التحرش الجنسي وترامب مدان بالاستغلال الجنسي قالت إنه أيضا مدان بالاحتيال وقد تعاملت مع محتالين كثر في الحقيقة يعني أفردت مساحة كبيرة من خطابها الذي بدأته بتوجيه الشكر للرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن وعلى ثقته فيها أفردت مساحة كبيرة في الحقيقة من هذا الخطاب لانتقاد ترامب وانتقاد سياساته قالت إنه لا ينحاز للطبقات الوسطى وسيعيد البلاد إلى الوراء وسينحاز إلى الشركات الكبرى وسيخفف عنها الضرائب ولن يقدم الأمريكيين الرعاية الصحية وسيدعم الشركات التي تلوث البيئة وتضر بالبيئة وتؤدي إلى التغير المناخي أفردت مساحة كبيرة في الحقيقة انتقدت فيها الرئيس السابق دونالد ترامب وفي النهاية قالت إن لدينا عمل كثير وأمامنا انتخابات يجب أن نفوز بها لكن رامي إن صدقت هذه الإدعاة التي تحدثت عنها كامالة هاريس أنه مدان بفضائح جنسية وبرشاوة وما إلى ذلك يعني هل غفل القضاء الأمريكي عن هذه المعلومات وسمح له بالترشح برغم كل هذا في النهاية محمد القارون الأمريكي يسمح لأي مواطن أمريكي بالترشح طالما أنه لم يدان في قضية تمنعه من الترشح والقضية المدان فيها ترامب حاليا ب34 تهمة جنائية في نيويورك ليس من بينها أي تهمة تمنعه من الترشح التهم الوحيدة التي تمنع المرشح من الترشح للرئاسة هي التهم المتعلقة بالتمرد أو محاولة الانقلاب على الدولة الأمريكية أو تعطيل عملية ديمقراطية أي الاتهامات الموجهة له في القضية قضية اقتحام الكابيتول قضية السادس من يناير والمنظورة في المحكمة الفيدرالية في واشنطن وحتى الآن هذه القضية مؤجلة ولم تحسن بعد إذن أمام القانون ترامب من حقه أن يترشح للانتخابات ما لم يدن في هذه القضايا والقضايا التي أدين فيها كما ذكرنا لا تمنعه من الترشح لذلك القضاء لا يزال ينظر في هذه القضايا ولا نعلم كيف سيكون مسار هذه القضايا خاصة بعد إسقاط قضية الوثائق السرية عن ترامب في فلوريدا وربما تكون هذه كما قالت رامب مقدمة لإسقاط بقية القضايا نعم لكن يعني ربما يكون رامي ولا أعلم أن كنت تتفق معي في هذا الرأي لكن من الحصافة السياسية حين يتقدم مرشح للانتخابات الرئاسية لرئاسة الدولة تحديدا فهو غالبا ما يعالج القضايا يطرح رؤية استراتيجية أو سياسية أو اقتصادية لمعالجة بعض المشاكل والقضايا لكن بالنظر إلى ما تفوهت به مثلا كما لهارس أو ما تقدمت به وطرحته كان معظم الخطابية محور حول الهجوم على ترامب إلى أي مدى هو فاسد هو شخص لا يصلح حتى فانس حين تحدث اليوم كما أشرت زميل رامي كان أيضا هناك جزء كبير من الخطابية محور حول هذه النقطة يعني هل تركت القضايا المحورية في السياسة الأمريكية في الاقتصاد الأمريكي وأصبح المشروع السياسي الآن هو الهجوم على المرشح الآخر نعم محمد هو دائما كذلك هو دائما كذلك الهجوم على المرشح الآخر الجمهوريون يفعلون ذلك والديمقراطيون يفعلون ذلك ولكن في نفس الوقت هذا الهجوم غالبا ما يكون مطعما بشرح للرؤية وشرح الاستراتيجية يعني اليوم على سبيل المثال كمالة هارس تحدثت وقالت تسمعوني رامي ربما انقطع الاتصال أو هناك خطأ تقني في الاتصال بزميلنا رامي جبر نحاول الآن إعادة الاتصال به لاحقا اشتركوا في القناة